بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كلمنا على الأسباب قبل نتكلم على الأسباب لازم بس نعرف نقطة بسيطة كده عن الوصف التشريحي للجزء بتاع المريء ونهايته مع المعدة لأن دي في آخر المريء بيبقى في عندنا عضلة كده هي اللي بتمنع ارتجاع الأكل أو السوايل من المعدة للمريء وتعمل المشاكل الحمد للنمية فلو شفنا معنا الصورة الأولانية بتورلنا نحاول نكبرها شوية كده أول واحدة منهم اللي هي موجودة اللي مكتوب عليها إيه؟ دي الطبيعي في عندنا في نهاية المريء اللي هو باللون الأخضر دوت والمعدة اللي هو باللون الرز زي ما احنا شايفين كده مرسوف فيه سبعة فوق السبعة دي معناها اللي فيه الأنجل أو الزاوية اللي هي بنتهي بيها المريء والتقاءه مع المعدة الزاوية دي في نهايتها فيه عضلة بنسميها عضلة وظيفية مش عضلة بالنوع المفهوم ودي بتمنع ارتجاع الأكل من المعدة اللي المريء ارتجاع الأكل طبعا بما يحويه من حمضيات بتاعت المعدة والإفرازات بتاعت المعدة وإفرازات بتاعت الإسنى عشر وبنكرياس وتعمل المشاكل بتاعتنا لما تبتدي تبوز النتيجة اللي أسباب كتيرة حنتكلم عليها دلوقتي العضلة اللي موجودة تحت ديت تبتدي الزاوية اللي احنا قلنا عليها ديت الفي شيب ديت التقاء المريء بالأمعاء يبتدي يبوز يبتدي يحصل بقى ارتجاع المريء ومشاكله ومضاعفاته وما قد يؤدي إليه إن المشاكل ممكن تبقى وسيطة إلى إنها تبقى خطيرة عشان ما نتهونش في الموضوع لأن أي مرض زي ما بنقول في بدايته بيبقى الموضوع بسيط وممكن علاجه وسهل لما بنسيبه بيتفاقم وممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة طب إيه الأسباب بقى اللي تعمل لنا للكلام ده؟ في أسباب كتير منها أول حاجة إن يكون فيه فتف الحجاب الحاجز يعني إحنا عارفين المريء في اللي بيبقى نازل من الصدر وداخل على تجويف البطن والتقاءه مع المعدة ففي نهاية الصدر فيه الحجاب الحاجز لو فيه أي فتف الحجاب الحاجز بيحصل ارتجاع في المريء لأن المريء بيبتدي يدخل يشد المعدة لفوق وتدخل فيه التجويف الصدري والضغط جوه غير برة غير البطن فيبتدي يبقى فيه يحصل ارتجاع في المريء بالمشاكل بتاعته كمان من ضمن الحاجات اللي تعمل لنا ارتجاع المريء السمنة السمنة المفرطة برضو بتؤدي إلى ارتجاع المريء الحاجات الحاجات التانية في بعض الأدوية بتؤدي إلى ارتجاع المريء ارتجاع في المريء زي الكورتزينات اللي المريض احيانا ياخدها تؤدي الى ارتجاع في المريء في الحمل كمان لان اي حاجة عندنا تزود الضغط جوه البطن ممكن تؤدي الى ارتجاع في المريء ففي احيانا مش في كل السيدات بعض السيدات مع الحمل يبقى فيه عندهم شوية ارتجاع في المريء ده علاجي ببقى بسيط ان شاء الله الضغط العصبي والسترس والانفعالات والزيادة تؤدي الى ارتجاع في المريء التدخين كمان من ضمن العوامل الهامة جدا طيب معانا اتصاب عندها فتاق مثلا ما عملتش عملية فتاق فين؟ في البطن منبره ولا فتاق في الحجاب الحاجز لا في الحجاب الحاجز فتاق في الحجاب الحاجز اه تمام فهي بتاخد ادوية دلوقتي عندها لما بتكوح وتبقى تعبانة جدا وهي دلوقتي المفروض كده هتولد طبيعي فمش هينفع عشان خاطر الفتاق اللى عندها فكنت بس عايزة اعرف الادوية الى الادوية اللى هتاخدها دي كلها ليها تأثير هي في الشهر الكام يعني سايب؟ هي في الشهر التاسع طبع دلوقتي او في نص التامن هي خلاص يعني قربة تولد وكام نحن خايفين عليها جدا عشان موضوع الفتاق دوت وهي زولة قويساري نحن خايفين عليها جدا لا بس الادوية اللى ممكن هال الادوية اللى اتاخدها الديات مثلا دي صح ولا هي صح نية من العملية لا مفيش عمليات طبعا في الفترة وده نقوله في العلاج في الاخر الفترة اللى هي بتاعت الحمل دى مفيش عمليات احنا بنبتدي بالعلاج التحفزي وعموما هي في الفترة الاخيرة من الحمل ان شاء الله يعني تكمل بالسلام ان شاء الله مشكلة تتجع في المريء في الحمل احنا هنقول علاجه في الاخر بس هنقول نرد عليك بصورة مبساطة كده احنا نمط الحياة والطبيعة نعم بنبتدي نغير نبتدي نغير في طبيعة الاكل بدل Mortal 3 واجهات بناخد 4 أو 5 واجهات بس كل مرة كمية صغيرة في بعض الادوية ما فيش فيها مشاكل في الحمل وخصوصا فى الفترة الاخرة ان الحمل في مشاكل في ناخد الادوية بتاعت الترجيق بعض الادوية مفيش فيها مشكلة نهنا أاخدها وفي مضادات للحمودة سن Erfahrung بناخدها ؟ برج cevuir من غير أي مشاكل بالنسبه للحمد لحد ما نعدي الفترة بتاعة الولادة دي وبعد كده بنقيمها طالما فيه فتح في الحجاب الحاجز غالبا هتحتاج عملية وتقوم بالسلام بعد ما تقوم بالسلامة ان شاء الله نكمل بقى الاسباب بتاعة ارتجاع المريء قلنا فيه عندنا من ضمن الاسباب زي ما شفنا دلوقتي الحمد ده من ضمن الاسباب وده طبعا مزود مع الحالة اللي كنا سمعنا دلوقتي مزوده ان هي اساسا فيه عندها فتح في الحجاب الحاجز فبقى الموضوع بطريقتين الحملة نفسه مزود ضغط جوه البطن وهي عندها فتح في الحجاب الحاجز فموضوع اكيد عندها هيبقى بالزيادة شوية عن اي حد تاني طيب الاعراض اللي ممكن تحصل من ارتجاع المريء احيانا بيبتدي المريض يشعر ب ان فيه مياه كتير في بقه يحس ان لعابه فيه لعاب كتير وفيه مرارة احيانا يحس بحرقان في السدر يجي يشتكي يقول انا حس بحرقان جامد في سدري ومش عارف سببه ايه احيانا يبتدي يشعر المريض بان فيه التهابات متكررة في حلقه باستمرار تروح وترجع وكل شيء المضاعفات بتاعته المضاعفات بتاعته بتبتدي من حاجة بسيطة لانها تبقى حاجة خطيرة شوية المريض في الاول يبتدي يشعر بالتهابات كل الشيء في المريء التهابات متكررة قلم مع كل اكل او شرب يشعر بقلم شديد يشعر بصعوبة في البلع يبتدي التهابات المتكررة في المريء دي احيانا لو سبناها ومعالجناهاش بيبتدي من التهاب ويخف والتهاب ويخف يبتدي يعمل زي دي شوية في المريء لو تساب ومتعليكش صح دي ده ممكن يؤدي الى تغيرات في الخلايا اللي موجودة بتاعت المريء هذه التغيرات اللي احنا بنعليها الباريتوسوفغاس دي ممكن تؤدي الى في النهاية الى اورام في المريء طيب احنا عشان نتفادى الكلام ده لازم نعرف لو تظهر اي عرض من الاعراض دي نكشف بسرعة لشان نتطمن لو ارتجاع في الفترة الاولانية والمرحلة الاولانية منه العلاج بتاعه بسيط وسهل بعد شوية بتبقى بدل ما حنقول ان احنا نغير نمط حياتنا ونزبط الاكل لا حنبتدي نقول ناخد ادوية ويزيد الموضوع يبتدي ندخل في العملية طيب نشخصه ازاي بنشخصه لما بيجي المريض بيشتكي باي عرض من الاعراض دي بتدي نعمله الاشاعات اللازمة في عندنا اشعة العادية وبعدين بنتدي ندخل على الاشعة بالصبغة نشوف معانا اشعة نشوفها بعد كده بنعمل منزار دي اشعة بتبين دي اشعة دي ومديين صبغة في المعدة حنلاقي ان المعدة مالية تجويف البطن العلوي وبدأ تدخل على الصدر بعد كده بنعمل منزار بندخل بالمنزار عشان نشوف اخبار المريء ايه والعضلة الاخيرة واذا كان نشوف الصورة اللي بعدية دي اشعة مقطعية برضو بتبين احنا كده الاشعة المقطعية دي دي في الصدر اللي في النص دوت القلب واللي جنبيه اللي عليه السامي دي المعدة فموجودة في تجويف السطر ده معناها ان فيه فاتف الحجاب الحاجز وبدأ يبقى فيه ارتجاع في المريء نشوف الصورة التانية ده المنزار المنزار ده حاجة بسيطة ما تخوفش وما تقلقش زي ما احنا شايفين كده عبارة عن خرطوم رفيع جدا بيدخل من البق ما فيش فيه اي مشاكل وما تعتبرش عملية يعني الموضوع بسيط ونبتدي نشوف المريء وندخل في المعدة نشوف المعدة وهل فيه ارتجاع وهل فيه مشكلة فيه العضلة اللي تحته ولا وهل الارتجاع ده بدي يسبب اي مشاكل فيه المريء ونهايات المريء ولا لا نشوف الصورة اللي بعدية دي بدأ يحصل بقى دي صورة بالمنزار بعد ما دخلنا دي نهاية المريء وبداية العضلة نفسها وبداية دخولنا على المعدة زي ما احنا شايفين العضلة بدأ متحجرة شوية وبدأ يبقى فيه ضيق شوية في المريء والسهولة بتاعة تفتحه وقفل العضلة دي مش موجودة قوي فما بتقفلش كويس فيبتدي يحصل ارتجاع في المريء وده بداية الخطر اللي بدأ يحصل دي في المريء يبقى حنبتدي نقول مرحلة بقى اللي بعدية اللي هو تغير في الخلايا بتاعة الجزء السفلي بتاع المريء من الارتجاع اللي موجود دوت وده بيقدي الى مشاكل تانية اللي ممكن اختارها طبعاً واخيراً يحصل او رام في المكان في المكان دوت دي صورة للعملية بس هنتكلم عليها بعدين طيب ازاي بقى شخصنا جيل مريء دي اشتكى من ارتجاع في المريء شخصناه بالاعراض اللي موجودة وبالفحوصات اللي بنعملها الاشعات سواء اشعة عادية او اشعة بالسبغة او اشعة مقطعية بالكمبيوتر او انحنا بنعمل بنزار عشان نتأكد